السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل أنت ممن يقيم حدود الله ورسوله في الحقيقة وتتجنب شرب الخمر أم أنك ترتكب معصية وربما تقوم بشرب الخمر المحرم إن كنت من هؤلاء أو من هؤلاء بالتأكيد تود أن تعرف ما هو تفسير حلم الخمر وشربها في المنام إن راودك هذا الحلم تابع معي لتعرف التفاصيل وما ذكره علماء ومفسرين الأحلام في هذا الصدد سوف نتناول أولا خير ما قيل في تفسير حلم الخمر عند ابن سيرين من رأى في المنام الخمر وكان من أولياء الله الصالحين وكان ملتزم وقريب من ربه دلت الرؤية على الخير وأنه يتمتع بالنعم في الدنيا والآخرة وربما دلت الرؤية على حسن جزاء الرأي في الآخرة وربما دلت الرؤية على مال وبرقة وخير كثير سوف يحصل عليه الرأي دون تعب ومشقة وربما دلت الرؤية على مصاحبة الرأي للأغنياء وزوات المناصب والسلطان والملك والله أعلم ومن كان خائف وقلق في حقيقته ورأى في المنام أنه سكران فالرؤية تبشر على الخير وزوال القلق والحية ومن يسكر ويكون قريب من ربه دلت الرؤية على سكره وهيام في حب الله ورسوله وإذا كان الرأي قريب من ربه ويتاجر في الحلال ورأى في المنام أنه يشرب الخمر وكان هناك من ينازعه على الكأس دلت الرؤية على أن الرأي سوف يحصل على رزقا وبرقة ومال حلال والله أعلم ومن كان عالما ورأى في المنام أنه يشرب الخمر دلت الرؤية على زيادة علمه وحكمته ومن كان مريضا ورأى في المنام أنه يشرب الخمر دلت الرؤية على شفاءه من مرضه ومن يرى في المنام أنه يشرب خمرا من عنب دلت الرؤية على الخير والمال والبرقة والآن سوف نطرح شر ما قيل في تفسير حلم الخمر عند ابن سيرين قال من رأى في منامه أنه يسكر من شرب الخمر ويمزق سيابه فالرؤية تدل على أن الرأي قانت على النعم التي أنعم الله بها عليه وأنه غير راضي على معيشته ومن يسكر من الخمر وكان تاجرا فأنه سوف يحصل على مال حرام وإن كان بعيدا عن ربه ويقدم على مشروع دلت الرؤية على الرشوة والسركة والحرمانية فيما يفعله فليتق الله ويبتعد عن طريق الضلال ومن رأى في المنام أنه يسكر ولكن دون أن يشرب الخمر دلت الرؤية على الخوف والقلق الذي يسيطر على صاحب الرؤية أما من يرى أنه يتساكر ويمثل السكر فربما دلت على النفاق وقول الباطل وشهادة الزور ومن رأى في المنام أنه سكران من شرب النبيز فالرؤية دليل على التقرب من الأغنياء وأصحاب النفوذ بطريقة محرمة أو غير شرعية والسكر في المنام يدل على الجهل وعدم العلم بما يدور حوله من مكائد أو خداع أو نفاق فليحذر من رؤيته ومن يرى في المنام أنه يشرب الخمر دلت رؤيته على الحصول على مال حرام وغير شرعي ومن رأى أنه يشرب الخمر ويحاول شخص أخذ الشراب منه دلت الرؤية على الخصومة والكلام الباطل وشرب الخمر في المنام يدل على اسم كبير ومعصية سوف يقع فيها الرأي فيجب أن يحذر عند رؤيته ويتوب إلى ربه رؤية الخمر دون شرابه قد يدل على انتشار الفتنة والغيبة والنميمة بين أهل المكان وربما دلت على الخصومة والقراهية وربما دلت على الكذب والنفاق وعقوك الوالدين تفسير حلم الخمر للعزباء والعازب الخمر في المنام وشربها دليل خير للعازب أو العزباء فمن ترى في المنام أنها تشرب خمر وكانت عزباء دلت رؤيتها على دخول الدنيا وزواجها وعقد قرانها قريبا بإذن الله تعالى وكذلك التفسير للشاب الأعزب الذي يرى أنه يشرب الخمر في المنام وكان أهلا للزواج دلت رؤيته على الزواج قريبا وإن كانت العزباء لا تفكر بالزواج حاليا دلت رؤيتها على نجاحها وتفوقها في دراستها أو نجاحها في عملها ووظيفتها أو حدوث شيء تتمنى وحصولها على نعمة تفتقدها في حياتها مهما كانت والله أعلم أما العازب الذي لا يفكر في الزواج ورأى في منامه أنه يشرب الخمر فهذا يدل على حصوله على وظيفة ومال كثير ورزق ومصاحبة الأغنياء والملوك وربما دلت الرؤية على الدخول في علاقة عاطفية جدة لأن الخمر خليط من العنب المخمر والماء وهو زواج والله أعلم تفسير حلم الخمرة للمتزوجة والمتزوج المتزوجة التي طرى الخمر أو أنها تشرب الخمر دلت على رؤيتها خفها وقلقها وعدم شعورها بالأمان مع زوجها وربما تدل على وجود مشاكل عديدة زوجية وأسرية بينها وبين زوجها وربما تدل على عدم رضا الرائية عن معيشتها وكنوطها والله أعلم أما المتزوج الذي يرى في المنام أنه يشرب الخمر دلت الرؤية على حصوله على مال حرام أو وقوعه في معصية معصية الزنا إن كان بعيدا عن ربه وإن كان قريب من ربه دلت الرؤية على حصوله على مال كثير ربما يكون مشبوه فيتحرد دقة في حقيقته لأن شرب الخمر في المنام للمؤمن ربما يدل على فتنته والسكر المتزوج أو المتزوجة دليل على زهاب المال والجاه والسلطة والمصائب والكوارث في المنام لأن السكر جنان وزهاب للعقل وجهل وعدم دراية بما يحدث حوله فمن السهل أن ينخدع أو يقع في مكيدة تجعله يخسر كل شيء والله أعلم تفسير حلم الخمر للحامل الحامل التي ترى في منامها الخمر وكانت قريبة من ربها دلت الرؤية على صلاحها وأخلاقها وأن الله عز وجل سوف يعطيها الكثير من النعم وسوف يبارك لها في زرياتها ويعطيها أكثر مما تتمنى أما من ترى الخمر في المنام وكانت بعيدة عن ربها فمن الممكن أن تدل الرؤية على كنوطها وعدم اعترافها بنعم ربها عليها وربما تدل على وقوعها في الفتن والجري وراء الدنيا والله أعلم ورؤية الخمر في المنام يعتمد خيرها وشرها على مدى قرب أو بعد الرائي أو الرائية عن ربها في الحقيقة لأن شرب الخمر للعاصي دليل على انغماس في الشهوات والمزلات أما شرب الخمر للمؤمن دليل على المكافأة وحسن الجزاء والخير والرزق والسكر في حب الله والزهد في الدنيا والله أعلم وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيراً